أهلا بحضراتكم أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا الرفضة التامة للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظرته الألمانية أنالينا بربوك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة المعاناة الإنسانية لـ 2.300.000 فلسطيني عمليات التهجير القصري من شمال القطاع إلى جنوبه والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني فيه الجنوب من استهداف من قتل للمدنيين بلغت 23 ألف تلتينهم من الأطفال والنساء أمر يتعدى أي مرعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لإحترام القانون الدولي الإنساني نعمل بكل جهد على توفير المساعدات نؤكد على الرفض التام لإجراءات المتخزة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير وأيضا نرى أنه ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة كما حذر وزير الخارجية سامح شكري من خطورة توسع رقعة الصراع وانتقال أثره المدمر على شعوب المنطقة وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع ألمانيا هذه المرحلة تحتاج مزيد من التنسيق ومزيد من التشاور ومزيد من العمل المشترك ونثق أن هناك موادع كثيرة نتفق حولها ونستطيع أن ننطلق من خلالها إلى تحقيق ما نصب إليه من سلام واستقرار وعدم توسيع رقعة ومعالي الوزيرة تحدثت عن المخاطر المتصلة بتوسيع رقعة هذا الصراع ونحذر الجميع من أنه ربما هناك من يتوهم أن توسيع رقعة الصراع صراع كد تكون له مفيدة من النواحي السياسية ويغفل تماما الأثر المدمر على الشعوب المنطقة فهذه الأمور يجب أن نراعيها كافة وتطلع إلى أيضا التعاون المستمر مع الوزيرة ومع ألمانيا وأكد وزير الخارجية سمح شكري أن استمرار الاحتلال يعد من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة وشدد شكري على ضرورة التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن جميع شعوب المنطقة وأيضا تحقيق الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني استمرار الاحتلال بدون شك من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ولا بد من التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن لجميع شعوب المنطقة وأيضا تحقيق الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني